ولأن ميدو راجل محترف وراجل تعامل مع أرقام الاحتراف لما يتكلم على حجم الصفقات وإنتاج اللاعبين يبقى كلامه مهم للمناقشة نشوفه الأهلي تعاقد مع ست لعبين في خط الرجوم صلاح محسن 38 لا يصلح لله بالندي الأهلي حسام حسن 25 مليون جنيه لا يصلح لله بالندي الأهلي طهر محمد طهر 30 مليون جنيه لا يصلح لله بالندي الأهلي بيرسي تاو 2 مليون دولار لا يصلح لله بالندي الأهلي ميكي سوني 1.400.000 دولار لا يصلح لله بالندي الأهلي حسين الشحات 5 مليون دولار لا يصلح لله بالندي الأهلي لعيبة بـ 250 مليون جنيه بخلاف رواتبهم لا يصلحوا لله بالندي الأهلي لعيبة 8.250 مليون جنيه غير المرتبات بتاعتهم دل دل ترانسفر فيس بس لا يصلحوا الله بالنادي الأهل طبعا الأرقام قد اختلف مع بعضها لأنها مش بتدقة الوجبة لكن مش هي دي النقطة إن المجموعة دي كان لك رأي تاني وهم بيكسبوا ولكن يا كابتن أحمد وأنت محترف ونشيد بزهنيتك المحترفة هتقولي بقى أنا هنا بقيم الأهلي هو النادي الأهلي تعقد مع العيبة لم تسبت وجوده من وجه هو بيرسي تاو دم جيه أساس إبراهيم هنجيله كيف استقبل من الوسط الكرة والوسط الرياضي كيف قيم مين ده جاي لنا منين ده من كوكب تاني إيه الراجل ده إصابته أبعدته ولم يرجع بنفس حاجة حاجة لتفسي أستنى أه طيب أستنى استعجلش على رزقك ميدو الراجل حسب الحزبة من وجهة نظره إن العائدة الأهل دول يتكلفوا 250 مليون ومعملوش حاجة ولا يصلحوا حتى لو كان راحوا لبطولة أفريقيا ثلاثة فاينال واربعض حققوا للنادي من مكاسب هذا الجيل في الثلاثة فاينال على التوالي أكتر من 10-15 مليون دولار جواز أفريقيا وبطولة العالم ده اللي في وجهة نظروا ما عملوش حاجة جابوا بطولة أفريقيا مرتين في ثلاثة فاينال واربعض مع البطولات الأخرى اللي أخدوها مع اثنين برونزيت كاسعالم بكل جوائزها وقيمتها مع هذا التقدم اللي أحدثوه في التصنيف العالمي للنادي الآلي كتاني أنديت العالم حصولا على البطولات ده ما تحققش إلا بفعل هذه اللعبة مع هذا الجيل وفقا لهذا التصنيف كابتين ميدو 250 مليون لعبة النادي الأهلي كلفوها للنادي ومعملوش حاجة اللي أنا قلتولك ده كله مش حاجة طيب ألا تدفعك الموضوعية للنظر للناحية الأخرى لو عملت دي على الجهة الأخرى من النهر هحترم الموضوعية جدا أو مقارن الأهلي من وجهة نظرك كلف لعبة 250 مليون جنيه طب الزمالك ناديك الكبير عمل إيه؟ نادي الزمالك يا كابتين ميدو اشترى لعبة في الخمس سنين الأخيرة اللي أنت بتتكلم عليها بكام؟ اشترى 31 لعب أنت بتلوم الأهل على خمس لعبة غضيت الطرف على من اشترى 31 لعب في خمس سنين عارف كلفه خزانة النادي كام؟ وفقا للترانسفير ماركتينج مش إحنا كلفوه خمسمائة مليون جنيه نص مليار جنيه وما أخدوش بطولة دخلت عشرة جنيه ما داخلوش بطولة جابت عشرة جنيه لأنه إذا كان الدوري للأسف اللي الأهل خدوا ولا الزمالي خدوا محدش بياخد حاجة السوبر المصري للأسف وأنا بقول للأسف بتاخد مليون جنيه أستاذ إبراهيم فيه إيه؟ في السوبر المصري بتاخد مليون بس الدوري ولا مليون ونص بالدوري الأهل كسب الزمالي كسب مليون ونص إما تصرف نص مليون جنيه وتاخد مليون ونص وحشة فأنت بتصرف نص مليار جنيه نص مليار يا كابتن ميدو وتحاسب الأهل على هذا العدد من اللعيبة في هذه البطولات نادي الزمالك وإنت بتتكلم على فشل النادي الأهلي كنت تتمنى كنت تتمنى كنت راجل محترف وعندك زي ما المهار تسعاد لأشعار زينية احترافية عالية تتكلم على إزاي نادي الزمالك يبقى عنده لعيبة أعلى قيمة تسوقية يمشي فيه إذا كنت انت شايف إن اللعيبة اللي الأهلي جابها ما استفدش منها أنا بس هل نفس السؤال مش أشرف من شارئ ده أعلى قيمة تسوقية وبيقدروا موقع ترانسفير ماركتينج إنه ب2.5 مليون يورو يمشي فيه تبقى الإدارة شطرة ولما طارق حامد اللي القيمة التسوقية بتاعته 1.2 مليون يورو يمشي فيه تبقى الإدارة شطرة والأهلي فاشل لما قبل منهم فرجاني ساسي أعلى قيمة تسوقية في وقتها كان 2.5 مليون يورو يمشي فيه إيه بقى الأهلي فاشل كلام ده لو حصل من أهلي وبطيب خد بقى الباقي وبطيب والنجم والنقاز وعد على فكرة أنا بقول لك 31 لعب حمد النقاز 700 ألف دولار وردت يقول لي إيه المردود الفن اللي حصل لنادي الزمالك الكبير اللي بنتمنى له كل التوفيق هو وكل الأندية من جراء هذه الصفقات عشان تمتلك القدر المعقول من الموضوعية اللي احنا بنحترمها فيك حمد النقاز ب700 ألف دولار أشرف بن شارئ اللي هيمشي فيه جيب 48 مليون جنيه من نادي الهلال السعودي جي من النادي الإسماعيل إبراهيم حسن ب15 مليون جنيه يريد تقول لي عملية وبالمرة أقول لي معاها حميد أحداد اللي يجيب 1.4 مليون دولار من الحسن الجديد المغربي يريد تقول لي عملية وقول لي خالد بطيب أبو 3 مليون وربعمائة ألف يورو 3 مليون يورو وربعمائة ألف دي بسعرف هو عمل إيه قياساً على اللي عمله لعبة النادي الأهلي ده ده كمان دول لما يكون محمد أوناجم جيب بمليون ونصف مليون دولار معي أعارض كابونجو كسونجو لنادي الوداد المغربي إيه المردود لما يكون محمد عوات حارس المرمى جيب 40 مليون جنيه وانتقال محمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي الإسماعيلي يريد تقول لي إيه النتيجة إسلام جابر بعشرة مليون لمصر المقص محمد أبو جابر بـ 25 مليون جنيه واثنين لعبة من الزمالك نسموحها كل ده رزاق سيسي فين؟ فين رزاق سيسي؟ هو فين رزاق سيسي دلوقتي؟ بيمشي فري تلت يام مش موجود عارف رزاق سيسي اللي بقله تلت يام مش موجود وقال لك أنا فري خلاص وعقد انتهى رزاق سيسي الزمالك جابه يا كابتن ميدو من أسوان بخمسة مليون جنيه ومئة ألف دولار حق إرعاية لفريق زمالك يا كابتن ميدو صلاح عشور جيب ثلاثة ونصف مليون جنيه أتشنبونج جيب ثلاثة مليون جنيه للداخلية محمود علاء جيب اتناشر مليون جنيه الوادي دجلة واحمد كابوريا بتمانية مليون جنيه من المصري وكابونج وكاسونجو اللي راح هدية في صفقة تبادلية جيب خمستاشر مليون جنيه للنادي للتحاد السكندري نكون تتمنى انه كل الأرقام دي تبقى على طولة ميدو وهو بيحاسب الأهل يحاسب الزمالك ده ده واعلم انه عنده من الشجاعة اللي يعمل كده ووصل وعنده من الموضوعية اللي المفروض تكون موجودة أتهم الأهل في اللعبة دي بإهدار الملعاف آه بعد الطرح اللي انت طرحته ده جم وعملوا ايه وساهموا في بطولات ايه وجابوا إرادات ايه أي ولم يتحدث أحد عن ان يعمل مقارنة بسيطة اللي انت عملتها دي طيب احنا ما بنقولش ان احنا صح نجيب لعبة ما نستفيدش منها مين قال كده بس شمعنا أنا بس اللي أتحاسب بهذا المعيار اللي أتحاسب بهذا المعيار